نكمل الحرة ليلة من ملف الانتخابات الأمريكية إذ استعرت حمى الخطاب في الحملات الانتخابية والهجمات المتبادلة على ما يبدو بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب وتبادل الجانبان على مدار الأيام الماضية عبر حملتيهما انتقادات لاذعة وفيديوهات ساخرة فقد انتقدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس انتقدت الرئيس السابق دونالد ترامب لمشاركته مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ما يبدو أنه صورة لبايدن مقيدا ومختطفا في الجزء الخلفي لشاحنة صغيرة فلماذا بات خطاب حملتي ترامب وبايدن أكثر هجوميا وما عكاسات هذا الخطاب على الناخبين وما هي تأثيراته رغم عدم انطلاق السباق الرئاسي رسميا كل الأسلحة مشروعة لنيل كل مرشح من الآخر في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر القادم يحاول المرشحان الرئيسيان جو بايدن ودونالد ترامب كسب المعركة حتى قبل أن تبدأ فعليا كما يحاول كل طرف توظيف ما لديه من أدوات لتحقيق غايته ومن بينها الحرب الكلامية والسخرية من الخصم ورسم صورة له تظهره في حالة العجز وعدم القدرة على القيادة ففي أحد الفيديوهات التي نشرها الرئيس السابق والمرشح الجمهورية فالانتخابات التمهيدية دونالد ترامب على منصته تروث سوشيل بدأت شاحنة ترفع الأعلام الأمريكية وعلى ظهرها صورة للرئيس جو بايدن ممددا أرضا ومكبل اليدين وكأنه مخطوف حملة رئيس بايدن انتقدت بشدة ترامب لمشاركته مقطع الفيديو وقالت إنه نوع من الهراء وإن ترامب يحرد بانتظام على العنف السياسية في المقابل أطلق رئيس بايدن إعلانا تلفزيونيا يستهدف جذب ناخب نيكي هيلي في إطار سعيه لاستمالة الجمهوريين المعتدلين الذين فضلوا التصويت لهيلي على دونالد ترامب خلال اختيار مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية ويظهر الإعلان ترامب وهو يصخر من السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة ويقول لأحد المراسلين إنه قادر على الفوز بدون دعم مؤيديها ونشر بايدن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بتعليق ناخب نيكي هيلي دونالد ترامب لا يريد أصواتكم أريد أن أكون واضحا هناك مكان لكم في حملتي حملة الرئيس بايدن وصفت ترامب بعد مثوله أمام المحكمة مؤخرا بأنه ضعيف ويائس ولا يصلح مرشحا للرئاسة وأن أمريكا تستحق أفضل من دونالد ترامب الضعيف والمرتبك والمتعب على حد قولها ترامب الذي دأب مرارا وتكرارا خلال خطاباته وحملاته الانتخابية على السخرية من بايدن وتشكيك في قدرته العقلية تعرض الانتقادات هو الآخر قبل أسابيع بعد خطاب في أوهايو حضر فيه من حمام دماء لو لم يتم انتخابه والتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من ولاية فيرجينيا جينيفر فيكتر أستاذة علوم السياسية بجامعة جورج ميسن والخبيرة في السياسة الأمريكية أهلا ومرحبا بك معنا يعني بعد هذا المقطع الذي نشره دونالد ترامب لرئيس بايدن باعتقادك يعني هل بات خطاب حملتي كل من ترامب وبايدن أكثر هجومية ولماذا هذا لا يعني أن هناك المزيد من العدائية ولكن هناك المزيد من النشاط من جانب حملة ترامب وهي تروج لهذا لسوء الحظ الحال في الولايات المتحدة أنه عندما يبتعد الحزبان عن بعضهم البعض في هذا الاستقطاب فإن هذا يزيد من إمكانية حدوث عنف سياسي وخطاب سلبي وهجوم من طرف على آخر والسبب يعود إلى أن كل طرف عندما يخسر للطرف الآخر فإن هذا يبدو وكأنه شيء شنيع لهذا السبب نرى الاستقطاب وميل الأحزاب السياسية للخوض في خطاب سلبي وربما في سلوك غير متحضر بالإضافة إلى ذلك ترامب لديه تاريخ طويل كمرشع سياسي في استخدام هذا الأسلوب وعدم تحمله لخصومه السياسيين هو ينخرط في خطاب سياسي يحط من شأن خصومه وربما هذا يشجع العنف ضد خصومه أو الإعلام حتى وبرأيك مناكسات هذا الأسلوب أو هذا النوع من الخطاب بهذه الطريقة على الناخبين واختياراتهم في الانتخابات من الصعب أن نعرف حاليا الحملة لم تبدأ رسميا ورسميا الحملة ربما لا تبدأ رسميا إلا بعد انعقاد المؤتمرات الحزبية هذان المرشحان يفترض أنهما المرشحان عن حزبيهما وهما يقومان بأعمال مثل جمع التبرعات ويعملان أشياء الحملة هذا العام قد تكون سيئة والظاهرة التي نستخدمها نحن هي عبارة حزبية سلبية يكون هناك هجوم على الحزب ليس نتيجة لمواقف معينة وإنما تستخدم عبارات سلبية الجمهوريون والديمقراطيون يوجهون عبارات سلبية ضد بعضهم البعض وهذا سائد في الولايات المتحدة حاليا وهذا يعطي الحزبان المزيد من الحوافز لإرسال هذه الرسائل السلبية وهذا له تأثير على زيادة الخطاب العنيف البعض يتخوف من زيادة هذا الخطاب العنيف كما تقولي بأن ينتقل من ساحة السياسة إلى أرض الواقع بشكل أو بآخر هل هناك تخوف في الولايات المتحدة من هذا السيناريو نعم خلال السادس من يناير عندما كان هناك تمرد عنيف في الكونغرس خلال العمليات العادية الخاصة بتسليم السلطة في الولايات المتحدة كان هناك على الأقل خمس وفيات وكان الحدث عنيفا ومن المنطقي أن نفكر أننا سنرى المزيد من هذا العنف في الولايات المتحدة الآن أعتقد أن توقعاتي هي أننا في فترة محتمل أن نرى عنف سياسي مرتبط بالمرشحين أو المنظمات التي تدعمهم الاحتمال الآن أكثر مما كان قبل خمس أو عشر سنوات أيضا هذا مرتبط بالتراجع الديمقراطي هناك تحقير للخصوم وكل هذا يتماشى مع هذا التراجع والنتائج لما تشهده الولايات المتحدة الحالية نعم نسيما هنا السباق لم يبدأ بعد وربما نشهد كما ذكرت في الأيام القادمة مع احتدام المنافسة واقتراب هذا الموعد الانتخابي في شهر نوفمبر المقبل المزيد من هذا العنف السياسي وإنجاز التعبير ولكن ما الذي يمكن أن يحول دون ذلك برأيك سيدة جينيفر هذا سؤال رائع ما نحتاجه بالطبع أي شخص من خرط في السياسة سواء الناس الذين يعملون على مستوى الحي ويتحدثون في الأمور السياسية مهم أن يحترم الجميع أعراف الخطاب المتحضر لا بأس أن يختلف الناس أو أن تكون لهم أفكار مختلفة ولكن الانخراط في نزاع سياسي هذا لا يجب أن يشمل الإهانة أو اللجوء إلى العنف وإنما هي منافسة بين خصوم سياسيين يجب أن نحترم هذا المعيار وهكذا ننفذ ونطبق الديمقراطية إذا رأينا شيئا مخالفا يجب أن نقر أنه لا يتماشى مع القيم الديمقراطية ويجب أن نشجع المطالبة بالالتزام بأعراف التحضر والتعامل مع النزاعات من ولاية فرجينيا سيدة جينيفر فيكتر أستاذة تعلوم سياسية بجامعة جورج ميسن شكرا جزيلا لك